بسم الله الرحمن الرحيم الثانية عشر حتى الآية العشرون إذن نبدأ على بركة الله في هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتعرف على وصايا لقمان وأثرها في تزكية وتهذيب النفس ثم الهدف الثاني هو استشعار نعم الله تعالى على عبادي وسوف تكون محاور هذا الدرس على الشكل الآتي سوف نستمع إلى هذه الآيات بهم الآية الثانية عشر حتى الآية العشرون بصوت القارئ عمر القزابري ثم نشرح لكم القاعدة التجويدية لتغلي ظلام ثم نقف مع الشروحات ثم نواصل التحليل عبر شرح الآيات آية آية ثم نستخلص منها المضامين الجزئية ثم الامتدادات السلوكية أو المستفاد من آية لنخلص في الأخير إلى تمارين تقويمية أو ما يسمى تقويم جمال إذن نستمع الآن ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 نستمعنا إلى هذه الآيات مباركات من صورة القمان لما الآية الثانية عشر حتى الآية العشرون نبدأ بشرح القاعدة التجويدية القاعدة التجويدية المنقرر عندنا اليوم هي قاعدة تسمى قاعدة تغليظ اللام وهذه القاعدة اختص بها ورش الذي نقرأ به نحن المغاربة إذن أول شيء لابد من شرحي ما معنى تغليظ إذن التغليظ هو التفخيم هو التفخيم إذن ماذا نفخم نفخم حرف اللام نفخم حرف اللام لكن لابد أن يأتي قبل هذا اللام ثلاثة أحرف ليحرف الضاء والطاء والصاد إذن نقرأ عليكم القاعدة إذن القاعدة تقول تغلظ اللام المفتوحة إذا جاء قبلها حرف الضاء أو الطاء أو الصاد بشرط أن تكون ساكنة أو مفتوحة متوسطة أم متطرفة إذن هذه القاعدة حتى تتحقق لابد لها من شرطين اثنين الشرط الأول أن نجد حرف اللام وهذه اللام يجب أن تكون مفتوحة ثم بعدها عفوا أو قبلها يجب أن نجد حرف حرف الضاء أو الطاء أو الضاء وهذه الحرف الثلاث لابد أن تكون حتى هي مفتوحة أو ساكنة مفتوحة أو ساكنة نعم إذن كما ترون لديكم ثلاثة أمتلة أو ثلاثة أو تسعة أمتلة لهذه الحرف الثلاث فمثال أول حرف الصاد فمثل كلمة الصلاة لا نقرأ الصلاة بل الصلاة لماذا؟ لأن هذه اللام جاءت مفتوحة وقبلها حرف صاد وهذه الصاد يعني مشددة فإذا فككنا التضعيف فنجد أنها حرف ساكن المثال الثاني فصلاة فصلاة لا نقرأ فصلاة بل نقرأ فصلاة المثال الثالث تصلاة تصلاة لا نقرأ تصلاة أمثلة حرف الظال ظالماء ولا نقرأ ظالماء ظالماء مثال آخر ما ربك بظلام ظلام مثال آخر أظلم أمثلة مختصة بحرف الط مثال أول الطلاق الطلاق مثال آخر والمطلقات والمطلقات مثال آخر مطلع مطلع إذن كما استمعتم فقد غلظنا لام هذه الكلمات التي قرأت عليكم إذن كل هذه اللامات فهي مفتوحة وقبلها وجدنا صادا أو ظاء أو طا منها ما كان مفتوحا ومنها ما كان ساكنا جيد إذن هذه القاعدة سوف أسألكم في آخر الحصة حول عن استخراج أمثلة من هذه الآيات التي قرأت عليكم قبل حلحظة إذن ننتقل الآن إلى المحور الآخر وهو الصرح بدينا بعض الكلمات التي تحتاج إلى الصرح أولاهن الحكمة وهي العقل والفهم والفطنة وإصابة القول يعظه أي ينصحه ويرشده وهنا على وهن أي ضعفا بعد ضعف بسبب الحمل فصاله أي فطامه وإرضاه وإن جاهداك أي وإن أرغماك وألزماك حبة حبة من خردال أي أصغر الأشياء وأدقها ولا تصاعر أي لا تمل وجهك عن الناس تكبرا مرحا أي متكبرا اقصد في مشيك أي توصد في مشيتك أسبغ أي باصاط إذن هذه الكلمات سوف أشرحها في ثانايا شرحي للآيات ننتقل للمرحلة هو المحور المؤمن وهو التحليم إذن سوف أظهر لكم آية آية ثم أشرحها وأستخدث لكم مضمونة إذن آية الأولى تقول وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيِّ لَا أَتُشْرِكِ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إذن نقمان عليه السلام هذا الرجل الحكيم الذي ليس بنبي ولا برسول ينصح ابنه أول نصيحة بعدم الشرك بالله ثم قال له أن هذا الشرك ظلم فالظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير محله فهذا الذي أشرك بالله تعالى فقد وضع شيئا في غير محله لأنه وجه لعبادة لغير الله تعالى إذن مضمون هذه الآية هو وصية لقمان ابنه بعدم الشرك بالله تعالى إذن ماذا نستفد أو ما المستفاد من هذه الآية أو ما هو الامتداد السلوكي ألتزم بتوحيد الله تعالى ألتزم بتوحيد الله تعالى الآية الموالية قل الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إذن هذه الثاني وصية يرصي بها لقمان ابنيه فقال له يا بني ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير إذن الله تعالى في هذه الآيات وصنا بأمهاتنا لأن هذه الأم تحتملك وتحملك في بطنها ثم بعد ذلك تصبر على آلام المخاض وآلام الحمل وألام الولادة لذلك قال الله تعالى أن أشكر لي ولوالديك أي أشكرهما واشكر لي كذلك أن سخرتهما لك ثم قال بعد ذلك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم أي وإن أرغماك وإن أرغماك وفرض عليك أن تشرك بالله تعالى فإياك أن تطيع ما في هذه القضية لكن في الأمور الدنيا صاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعمل إذن باختصار هذه الآية تحثنا أو مضونها ووصية القمان لابنه بطاعة الوالدين من قيمة المستفادة أو من لابتداد السلوك أطيع والدي في غير معصية أطيع والدي في غير معصية نعم نكبل الآية الموالية يقول الله تعالى فيها يَا بُنَيِّ إِنَّهَا إِنْ تَكُمْ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَرٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبر إذن هنا الله تعالى يذكرنا على أن ما من عمل صغير فعلنا إلا أن الله تعالى سوف يأتي به إذن مضمون هذه الآية قدرة الله تعالى على الإتيان بكل شيء يوم القيمة ما القيمة المستفادة أو من لابتداد السلوك وهو أعظم الله تعالى الآية الموالية يقول الله تعالى يا بني أقيم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واسبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إذن هنا الله تعالى يأمرنا يأمرنا على لسان نقمان ابنه بمحافظة على الصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصبر على ذلك إذن مضمونه وصية القمان لبنيه بالمحافظة على الصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصبر على ذلك نلقي من المستفادة أن نحافظ على صلواتنا وأن نأمر بالمعروف لآية الموالية قال الله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحة إن الله لا يحب كل مختار فخر واقصد فيه مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحين إذن هنا الله تعالى يأمرنا أن لا نميل وجهنا عن الناس وأن لا نتكبر وأن لا نمشي مشية المفتخرين المتكبرين وأن نقصد في مشيتنا وأن لا نرفع أصواتنا إذن مضمون الآية وصية القمان لبنيه بالتواضع وعدم الكبر وخفض الصوت ما القيمة المستفاد أن نحرص على التواضع أن نحرص على التواضع الآية الموالية لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجارل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب المؤمن إذن الله تعالى يمتن علينا بتسخيره لنا ما في السماوات وما في الأرض وبسطه للنعم التي الظاهرة والباطنة مضمون الآية بيانة الآية تعدد نعم تعدد نعم التي سخرها الله تعالى للإنسان ما القيمة المستفاد أن نشكر الله تعالى على نعم آخر آية معنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد إذن هذه الآية يخاطب الله تعالى فيها المشركين أنه لما أنزل عليهم القرآن وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان يعني كفروا بالله وقالوا أننا أننا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ثم قال الله لهم أو حتى ولو كانت هذه هذا التقليل لآبائكم وأمهاتكم سوف يذهبوا بكم إلى النار اتبعتموهم الآية تقول أو المضمون بها الآية فساد عقيدة المشركين المبنية على اتباع الآباء والأجلد إذا من قيم المستفاد اجتناب التقليل الأعمى إذن وبهذا نكون قد أنهينا هذه الآيات وإن كانت على عجل إذن أتمنى أن تكتبوا هذه الآيات في دفاتركم مع هذه المضامين والمستفاد من الآيات إذن الآن تقل بكم إلى استخلاص أو إلى بيان المضامين حسب آيات كما هو مكتوب أو كما هو مدوّل أمامكم الآية الثانية عشر وصيّة لقمان لابنه بعدم الشرك بالله من الآية الثالثة عشر حتى الرابعة عشر وصيwheel لقمان لابنه في ضاعة الوالدة في غني المعصية من الآية الخامسة عشر قدرة الله تعالي على الاتيان بكل شيء وقيمة آية الثالثة عشر وصيّة لقمان لابنه بمحاولة عن الصلاة والأمر المعروف والنهي عن ونقر والصور على ذلك ثم من الآية السابعة عشر حتى الثامنة عشر وصير لقم الابني بالتواضع وعدم الكبري وخفض الصور آخر الآية تاسعة عشر من قبل آخر باية من الآية تعدد النعم التي سخرها الله بالإنسان وآخر آية معنا هي باية من الآية فساد عقيدة مشركين المبنية على اتباع الآباء والأجداء إذن هذه امتدادات منسلوكية قد سبق الذكرها إنما أتيت لكم هنا حتى تدونوها في دفاتر إذن أوقفوا الشريط ثم سجلوا هذه الابتداد إذن تأكيد نخلص إلى التقليل الإجمالي إذن هذه الأسئلة تجيبون عنها أول سؤال واستخراج أمثلة لقاعدة تغليظ الله من هذا الشطر الذي قرأ عليكم ثم السؤال لماذا قال الله تعالى واصبر على ما أصابك بعدما وصى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السؤال الثالي استعرض بأسلوبك وصايا لقمال الواردة في الآيات مبتدئا بعبارة التزم ودوينها في بطاقات السؤال الرابع ردد هذه الآيات مرارا مع الاستماع إليها بصوت أحد القراء الذين يعجبوك صوتهم آخر سؤال استعد للدرس المقبل بالبحث عن بعض أسماء القرآن الكريم وبهذا نكون قد ختمنا هذه الآيات وإن كانت على عجل أتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام والسلام شكرا لكم اشتركوا في القناة